موسيقى لم يكن رهان مجلس إدارة الأهل برئاسة الكابتن محمود الخطيب على قطاع الناشئين في صنع نجوم للمستقبل من فراغ لكنه اهتمام ورؤية واضحة ومحددة تثبت بما لا يدع مجالا للشك النجاح المبهر الذي تثبته الأيام استراتيجية وخطة طويلة وأخرى قصيرة الأمد ليستمر قطاع الناشئين في دوره الأهم بخلاف حصد بطولات الجمهورية في جميع المراحل السنية وهو إمداد الفريق الأول بعناصر واعدة ومميزة لمواجهة الزيادة المرعبة في أسعار اللعبين الجدد كما شملت خطة الكابتن خطيب ولجنة التخطيط لتطوير القطاع الاستعانة بخبير تشيكي وهو بروكتش بجانب خالد بيبو مدير القطاع الحالي بهدف تكوين مخزون استراتيجي للفريق الأول من اللاعبين المميزين ويعد محمد فخري وزياد طارق نتاجا حقيقيا لما يشهده قطاع الناشئين من تطور ملموس يشهد له القاصي والداني ولد محمد فخري في الرابع من مارس عام 1999 حيث تعاقد مع المارد الأحمر قادما من غزل محلة بعد أن لفت الأنظار بقوة وتم ضمه لصفوف الأهلي ضمن خطة لدعم فرق الناشئين ويتمتع فخري بالعديد من السمات والمهارات فهو يجيد اللاعب في مراكز الجناح الأيمن والأيصر وصانع الألعاب لاعب رائع مهاري ويجيد التسجيل رغم مشاركته في مراكز خلف رأس الحربة فيما ولد زياد طارق في السادس من سبتمبر عام 2000 وتدرج بين فرق القطاع حتى تم تصعيده للفريق الأول مؤخرة محمد فخري وزياد طارق معنا اليوم في برنامج الأشبال اهلا بحضراتكم من جديد معايا اتنين لعيبة النهاردة اتنين لعيبة مميزين كل الحكاية بس مستنيين فرصة ان شاء الله مع الدرجة الأولى الفرصة هيبدأوا يعبروا عن نفسهم بشكل كبير جدا ما شاء الله في التدريبات بيعبروا عن نفسهم في المباراة الودية بيعبروا عن نفسهم بشكل كبير كمان لما بيشاركوا مع فريق الشباب بالناد الأهل وينزلوا على طلب منهم ورغبة منهم عشان دايما يكونوا جاهزين للفرصة مع الفريق الأول دايما يشيت بهم موسيماني وإحنا من هنا دايما وقلنا عليهم منذ فترة ان الاتنين دول ان شاء الله يكون ليهم شاء مع نناضي الأهل براحب بضيوف النهاردة كابتن محمد فخري أهلا مهارcreatم السامة وأنا مبسوط ان انا موجود مع حضرتك المهاردة كابتن زياد طارق كابتن السامة أهلا محضرتك كابتن Storage وفخور ان انا محضرتك النهاردة ومبسوط جدا من الأكبر هو كابت محمد فخر الأكبر؟ صحيح؟ نبتدي بالأكبر صحيح؟ هذا دائما ما بدأ الناد الأهلي لا يوجد مشاكل فخر قولي بدايتك الأول ناد الأهلي جابك من حوالي ثلاث سنين أنا بدأت في بازل المحلة من 2006 عدت معهم لحد 2018 في نفس التاريخي الذي كابت محمد بطريكا داخل فيه ناد الأهلي برضو كانت ماشاء الله حافظ للتاريخ 16 2018 وجيت مع الدرجة الأولى شوية صغيرين وبعد كده نزلت ألعب مع كابتن عمين عرابي وكابتن عدل برحمان وكابتن ياسر شارك مع فري الشباب لحد ما استقرر به الحال مع ميستر غايلر وبعد كده كملت مع الحال أخر سنة لعبت وشاركت في الدائر الممتاز شاركت أول ماتش وبعد كده نقطتنا بس نقطة السنة من اللي جابك الأول من غزل المحلة للناد الأهلي والله هو قصة كبيرة لأن كانت دائماً متابعين الكابتن على ميهوب وأول حد أول كابتن كابتن سامير كامونة لعبني في دائر الممتاز لعبني في دائر الممتاز وأنا كنت لسه ما كاملتش 17 سنة وبعدها بعد ما مشي من غزل المحلة كابتن حمد عمير كابتن حمد عمير كان ليه فضل كبير بعد ربنا طبعاً إنه داني فرصة كبيرة جداً نلعب 27 ماتش في الدرجة الثانية وبعد كده كان كابتن سامير مصان كان ماسك برضو حرس الحدود كان بلعبنا في الدرجة الثانية أما صعد بيهم برضو دور ممتاز فكان كل دي عوامل إنها ساعدتني إنه ناجي في النادي الأهلي كل المدربين الأهلوية دول تكلموا بعد كده مدارة الأهلي في لعب كواس في غزل المحلة حطوا عنيك وعليه بالضبط حتى كان جالي أكتر من عرض وكنت برضو ممكن أحترف بره بس أنا يعني طبعاً نادي أهلي نادي كبير ونادي معروف طبعاً في العالم كله فكان شرف لي إنه ندخل النادي الأهلي طبعاً ليك صورة وانت صغير كده كنا نلعب دائماً دورات كده كانت بعد الفجر أوقات وأوقات كانت في رمضان بعد الفجر فكنت دائماً بلعب تشيرت النادي الأهلي أنا أرظهرك دلوقات ما تلقش لسا مدرع الحلقة وانت كنت اللعبة اللي معاك كانوا مشارع اللي لابس تشيرت ما عرفش نادي إيه ولا لابس تشيرت إيه محمد فخري كان أول لابس تشيرت النادي الأهلي من صغر وكان تشيرت الكابتن محمد بركات كان بركات زياد طيب بتجهز لك الصورة دلوقتي بقول لي عشان إيه؟ يعني دي الصورة وانت صغير كان عندك وقتها كام؟ أهو تاريخ مكتوب بابا بابا بيحب يكتب دمر التاريخ على الصور فهنا أنا مش شايفة من هنا أهو هي الصورة اللي قد دامك كان التاريخ مش دائما أه زياد ونجيب لك صورة تانية دلوقتي برضو انت مع زميلك وانت بتلعب في الشارع زياد قولي بقى بدايةك مع نادي الأهلي أنا في الأول أجبت أن رحت نادي أمبي 2008 كده 2009 رحت نادي أمبي وبعدين فضلت معهم سنة ما وفقتش ما تقايتش مع نادي أمبي بعدين بعد ما مشيت نادي أمبي على طول في نفس الأسبوع مضيت في النادي الأهلي 2010 من اللي اختارك في النادي الأهلي وقتها؟ كان كابتن محمد شرف وكابتن تامر حفني كابتن محمد شرف وكابتن تامر حفني من الأثنين من العيون هل سأقول ساقيبها؟ يعني ما شاء الله من أول لمسة ممكن أن يقول اللعيب داي كاملا أنا عدت عشر داي مثلا في التقسيمة وبعدين رحوا نادوني على طول ومضيت وبدلت بقى لحد 2018 وبعدين 2019 بعدين بقى طلعت الدرجة الأولى مع مستر موسماني أول تصعيد لك مع موسماني أه لا طلعت مع مستر موسماني موسماني داي أول تصعيد أه بس بعدين بقى مرة في مرة وبعدين رحت إلى هذه الإسماعيلي ما لسه نتكلم دوات عن التجارب الأعارة سواء البنك الأهلي أو الإسماعيلي مش عايز أن نضط بس أنا عايز نمشي بالتسلسل كده أفضلت في الدرجة الأولى حبة وبعدين نزلنا لعبنا متشاط فرقتنا في 99 من المدرب اللي أثر معك؟ وإنت في النشئين تعلمت منه؟ كل المدربين أكثر معي يعني كل المدربين أكيد كان لهم حاجة كويسة أن نحن نتعلمها منه سواء كابتن أحمد سراج كابتن محمد شرف كابتن طامر حفني كابتن عمرق أنور فكل المدربين كانوا لازم يحطون لنا حاجة كويسة لازم نستفاد منهم في حاجة لكن في مدرب سد فيك بصمة كابتن أحمد سراج بصراحة كابتن أحمد سراج كبير جدا كان على طول بيعنفني ان احنا لازم نكسب مشان لوحد يعني كل فرقة كلها ودي حاجة بصراع يعني لحد دلوقتي معنا ان احنا موضوع الخسارة والتعادل ده بالنسبة لنا مشكلة كبيرة جدا. وهده اللي احنا تربين على يعني الحمد لله ان احنا تربين على ايه في النادي الاهلي. يعني دي كان المدربين حارصين في أي مباراة التعادل. كان بوبا فيه مكافأة في حالة التعادل في النادي الاهلي. لأ. ولا الخسارة ولا تعادل هو مكسب. مكسب بس. عشان تاخد مكافر فطبعا كنا بنموت على كنا بنموت على المجزب طبعا عشان تتعاون على المجزب باي طبعا بس تمام فاخري مزياد كان فيه تجربتين مهمين جدا تجربة البنك الاهلي وتجربة الاسماعيل حتى لو يعني ما وفقتوش فيها لكن فيها مكاسب تانية فيها خبرات تانية فيها احتكاك على مستوى اعلى تجربة البنك الاهلي بقى حكي لنا عنها انا كلمني الكابتن محمد ووسف بعد انما لعبت ماتشين كان ماتش افسي وماتش طلع الجيش مع مستر فيلر دول كانوا في اخر نهاية الدول صح كده وكابتن محمد ووسف كلمني قال لي محتاجك معي ومحتاج نمرة عشرة واتفرج على الماتشين وقال لي انت المفروض عملت كذا وشرح لي كذا لعبة كانت في الماتشوت فده لداني سيقا اكتر ان انا هروح مع كابتن محمد ووسف ألعب معي فراحت اول 3 ماتشوت لعبت معاه ماتش الرابع عدت بعد كده السبعات من القايمة بس بعد كده رجعت تاني فكان اخر ماتش للكابتن محمد ووسف كماتش مصر المقصة فبعد كده بعد ما ماشي جالنا لكابتن خالد خالد الجلال خالد الجلال اه بس فكان لي يعني كابتن خالد ما كانش بيلعبني كان فيه اسباب علشان نلت الخبرة وكنا بوقتها كان خلاص معربنا النفس على خبوط فضع الفرا برضو بس عدش انه ممكن يدفع بلعبه صغيرة حتى انا رحت اتكلمت كان بعد 3 ا4 ماتشوت بعد ما كابتن خالد مسك انا كنت شغال في التمرين كويس مفيش اي حاجة اتكلمت مع كابتن كريم حسان شحاتة هو كان مدير الكورة او هو الوقت يمزلي مدير رياضة ومدير الكور اتطلوه كابتن انا لو فيه حاجة عصاني ازودها محتاج علعب ازود حاجة من نفسي انا محتاج علعب فانت حضرتك ممكن تقولي الحاجات اللي انا اقصاني انا ازودها فقال لي والله انت العقل انت بتتكلم عندنا ماتيريال وعندنا اهداف وعندنا لقطات يعني حلوة ليك فخري وطبعا زياد برضو اتفضل هذه السنة دي لسه هنتكلم بالدلوتي عن مرات الشباب طبعا والتقلق جيت مع الكابتن كريم حسان شحاتة قال انت مش نوصك حاجة بس الكابتن خالد بيحب لعب الخبرات عشان ما اقوي في فريد دلوقتي صعب ومحتاجين وهو حتى كان نكلمني وقال لي انت معانا السنة الجاية وحننجدلك الاعارة وكابتن خالد برضو كان نكلمني بس ما حصلش نسب السنة دي خالص ان شاء الله يعني انا عازك تمشي نفس الاداء ونفس المستوى ونفس تدريباتك وهتيجي الفرصة سواء مع الدرجة الاولى والاعارة والنادي الاهلي في الاخر بيتك قول لي بقى زياد برضو كان فيه نفس التجربة اعارة لنادي الاسماعيلي برضو نفس الظروف بصرع على الهبوط تغيير اجهزة فنية برضو الظروف يعني ما دلش ساعدك في نادي الاسماعيلي يعني كانت ظروفهم صعبة جدا انهم كمان كانوا بينفسوا على الهبوط يا كابتن بس يعني ما حسيت ان انا برضو استفت شوية من التجربة دي كانت التحامات اكبر بلعب مع الفريق اسماعيلي فريق برضو مش صغير يا كابتن فريق كبير كانت احتقادة كابتن مين اللي لا كان في الاول دروجانيو بيتش لعبت مع عمد شرين كنا من لعب النادي الاهلي وبعدين لعبنا طلق الجيش وبعدين مسك كابتن اياب جلال بعد كابتن اياب جلال هو كان خايف بلغة الكرة يعني يحرقني ان هو يلعبني فيحرقني فهو كان خايف من كده فكان على طول معتمد على اللايبة كبيرة ما كانش بيشارك حد زوائر خالص ما هي الفترة كانت صعبة يعني فترة الهبوط ونادي الاسماعيلي والظروف مش مساعدة فهي دي الظروف نفس العوامل تاعت انا قدت مقدر ده جدا برضو هو اتكلم معي كزا مرة كمان مش مرة واحدة كزا مرة اتكلم معي انا عايزة شاركك بس الدنيا صعبة عايزة اخليك تلعب بس الدنيا صعبة يعني هتبقى صعبة عليك كمان ممكن لو لا قدر الله ما وفقتش في الماتش الدنيا مش تبقى كويسة بعد كده بس لما الدنيا بدأت تبقى كويسة وبدأنا نكسب والدنيا مشت يعني لعبت ماتش سراميكا كويس وكسبنا ثلاثة اثنين وعملت جول شكري نجيب يعني شاركت مع الإسماعيلي كم مباراة ثلاث مباراة تقريب ثلاث مباراة والمكاسب والخبرات برضو لابسرعة كبيرة جدا يعني واتمردت مع كبت النحاب جلال كبت مدرب محترم جدا وفكره مختلف وكويس جدا استفدت منه كتير كويس فاخر انت لعبت مع البنك الاهلي حوالي ست مباراة صح؟ اوه سبعة سبعة متشاهدة سبعة متشاهدة اوه عزبة برضو أتكلمكم عن دلوقتي فريق الشباب بالنادل اهلي حرصين انتم الاثنين دايما بالرغم انكم دلوقتي يعني مقيدين مع الدرجة الاولى صح؟ دايما حرصين انكم موجودين مع كابتن عمر أنور بتشاركوا بصفة مستمرة فيه تقلق ظاهر وواضح كمان مع فريق الشباب بالنادل اهلي بالضبط هي اللايحة بتاعت اتحاد الكورة بتفيد ان اي لعيب اي فريق بشارك ثلاث لعيبة من وليد تسعة وتسعين واثنين من الفريق الاول فالكابتن عمر أنور السنة اللي قبل اللي فاتت ابن المخروج عارة للبنك الاهلي كان هو اللي رجع للثقة في النادي كنت شاركت معاه في جميع المتشاط الرسمية مع دور جمهورة تسعة وتسعين كنت احرصت تسعة وتسعة وتسعين هدف فهو يعني بمثابة بوفايا في النادي هنا كان دايما بيكلمني دايما بيقول لي لو حاجة محتاجها كان بيزاود لي دايما في الكوري السابتة مقتنع بيك اقتناع كبير وعايزي جاهزك حتى كنت بلعب وانا بالطامن الحد بالوقت أنا بنزل معاه المتشاط أنا بقول له كابتن بكلمه وقول له كابتن أنا تحت عمرك محتاجني يعني احنا المفروض في عندية مثلا يقول لك اللعيب بتاعي ينزل لعب متشاط بس في النادي بتاعه مثلا احنا في الاهلي في القاهرة العب في القاهرة ما ينفعش يخرج اسكندرية أو اسماعيلية وكلام نماوة زياد دايما بنخلق معه طول يعني فعشان كابتن عمر يعني ما سبيلت بابونا بالضبط فاي حاجة هو شايفها في مصلحتها في مصلحتنا احنا بيعملها على طول زياد نفس الشيء مرته زي ما فخر بقول يعني بتفرج عليكم دايما في المباراة بتاعت الشباب نفس القوة ونفس الجدية ونفس الأداء ومشاء الله كما مباراة الإسماعيل الأخيرة انتم اللي اتنين يعني كنا هنا في الستوديو التحليلي كان معايا كابتن محمد حشيش ودكتور أحمد سابت والاثنين أسنع عليكم يعني بشكل كبير واحد ادى فخي رجل مباراة وكابتن محمد حشيش ادى محمد فخري ودكتور أحمد سابت ادى زياد طارق برد رجل مباراة والاثنين اشهدوا بكم بشكل كبير يا كابتن بصراحة بطولة أخوية بتاعت الألفين وواحد وكابتن عمر كمان بيساعدنا جدا ان احنا نقف على رجلنا عشان احنا مميش بنشارك مع الدرجة الأولى فلما بننزل نشارك مع الألفين وواحد الدنيا بتبقى أحسن يعني المباراة طبعا زي ما حضرتك عارف بتجيب نفس أكتر من التمرين بكتير فهم بواقفين جنبنا بصراحة ويساعدوننا جدا فأول ما يحتاجونه على طول بننزل مش بنتأخر عليهم خالص فالحمد لله ان احنا يعني ماشيين معهم بشكل كويس وان شاء الله نقدر نساعدهم من انهم يغضبوا طول ان شاء الله فرصة كمان شوفنا في المباراة الأخيرة أمام مينية سامنود وانت موجود مع موسماني بلعبك في مركز غير مركزك باكلفت محمد فخر بنشوف في مباراة الشباب بيلعب رقم 6 بيلعب تحت المهاجم بيلعب رقم 10 فدي كلها مراكز جدا هتكلم فيها ولكن بعد الفاصل اهلا بحضراتكم من جديد بجاء التحية بحضراتكم وبضيوفي الكابتن محمد فخر والكابتن زياد طارق كابتن فخري قولي بقى كابتن عمر أنور يعني مركز جديد بتلعب فيه مع فريش شباب اه كابتن عمر السنة الفاتح أنا كنت بلعب معه رقم 10 صنع لعب واحد كنت بلعب هاف شمال هاف ليفت بس السنة دي علشان فيه اوقات معنا كان بينزل محمد محمود اوقات زياد معنا على طول فعايز استفيد بيوك وكلكم في الملعب بالزبط اه فكان بينزلنا انا يام رقم 6 يام رقم 8 ومحمد محمود رقم 10 بس غير كده بيكون بلعب معه على طول يعني تحتفل حرب محمد فخري مميز وانا شاهد دلوقتي بالتزديدات خارج الثمنتاشر وكمان الرقلات السبتة والتزديد شوفنا مرات الإسماعيلية كمان تزديدة ده من تحت الحيطة ده اه ده من تحت الحيطة حلو قوي جن حلو فيه زكاء اه هي الفكرة عشان كانت قريبة من من الثمنتاشر فإن الحيطة لو نطت فخلاص يعني ختام من مين دي دي كان لأ كان كان كريستيانو كان في باير نيمونيخ اه كان جاب جون كده في دوري الأبطال فكات نفس الكلام كده حلو هدف من الهدف الحلوة طبعا غير بعد عن ستالي وستايلو بس قول لي يا زياد برضو يعني في مركز جديد شوفنا مستر مسيماني في المباراة الأخيرة الودية بتلعب باكليفت مش مركزك لكن برضو ما شاء الله نزلته بتأدي وشكلك حلو في الملع اه هي كانت ظروف محمود وحيد في الجيش وعلي معلول في المنتخب فكابت المسيماني يعني كلمني ان انا هلعب في المكان ده هو كابتن سامي اه فقدت فيه الحمد لله بشكل كويس يعني هو بتكلم معي قال لي بتأدي فيه بشكل كويس بس في بعض الأخطاء طبعا انه مش مركزي بس بيتكلم معي كويس وبيقول لي لو اشتغلت في المكان ده سيبقى ليك باصمة كويسة فيه يعني ان شاء الله كويس الصورة دي اه مع كابتن وليد اعيزك تعلع على الصورة دي كابتن وليد مسائل الأعلى يعني مش عارف اوصف حبي يعني بحبه جدا وكان نفسي ان انا اتمرم معاه والحمد لله لها الشرف ان انا بأتمرم معاه دلوقتي بقالي فاترة طولة بأتمرم معاه فانا ببسوط جدا بحاجة زي دي طبعا بسند اي ناشئ طالع كابتن وليد سليماني بصراحة يعني من اكتر واحد بيتكلم معي بيتكلم معي كتير جدا ويتكلم بيشجعني على طول في الملعب ودي حاجة بتبسطني يعني ببسطني انا كزياد بس مش هو الواحدة واجبت انا فيه لعبة كتيرة جدا على طول جنبنا ومش انا الواحدة بردو انا فخري واللايبة الصغيرة كلها على طول بيتكلموا معنا وبيشجعونا في الملعب وبيبقوا في ظهرنا يعني في اي وقت فبصراحة بصراحة يعني بتبقوا مبسطين احنا في الملعب ومتطمنين وهم بيتكلموا معنا هدف ايه ده بقى جبنا لك هدف الاسماعيلي هدف من الهدف الحلو والمباراة دي كمان انت اخدت رجل مباراة مع فخري طبعا اه احكي لنا بقى الهدف ده واشرح لنا كده المهارة في الهدف وان تو الهدف من الاول فخري قطعها ولعبها لي لعبها لي قوافة ما استلمتهاش كويس ايوه فوقفت عليها وبعدين استنت بصيت على رضا قرب لي رضا ببقى معيبا وميزة قائب كويس جدا مردو محطفاش لي على مين عشان هو كان رايح ناحية اليمين قول لي بقى غيرت ده جون تاني كان في الدرجة الاولى صحيح درجة الاولى في مطش الغابة مطش الغابة ده ده كان تاني مطش لي اللعبه لقيت نفسي بدء اه اتفاجئت النبادئ اه فبلا مين اللي قطع احمد عبدالقادر اللي قطعه ولعبها لي مسلماني بيقول لك ايه يعني والتدريبات على طول بيحمسنا وبيشجعنا ان احنا انطلع احسن what for me يعني مستخدم ذال مطش ايه هو هو اللي يحصل في التمرين هو اللي يحصل في المطش فكلنا بنتمرن كويس جدا وبيتكلمنا على طول ان التمرين اهم حاجة في الدنيا يعني لو انت اتمران تENTS في المطش هتلاقي نفسك احسن حاجة فذه كان المهمة oric كويس فاخر المسلماني اللي اول فكر اول تمرين لعين على الدرجة الاولى اه اول تمرين كمعية مش عايزة انسى حد كمعية لعبها كبار جدا انا وانا في المحلة كنت ما كنا بنيجي لمنتخب 99 مع كابتن حوالوسيدي ومع حضرتك كنا والت بنيجي عشان لو هنسافر في افريقيا كنا بروح اتحاد الكرة ناخد حاجة معينة كده تطعيمات علشان انا منسافر برا فكنت بعدي من عند صور نادي ألي فكنت تتخيل كده لو انا لعبت جوا هعرف ممكن نلعب جوا من في المكان ده ولا صعب علي يعني انت النهاردة وانت بتروح الاول اتحاد الكرة علشان تاخد التطعيمات للصفر وانت بتعدم النادي الاهلي كان بينك وبين نفسك كده يا طرى في يوم من الايام ممكن ادخل النادي الاهلي والعب في النادي الاهلي وانضام للنادي الاهلي انا كان نفسي اولله انا كان نفسي اكون يعني العب في النادي الاهلي يعني كنت بس عصوب برد كده كده كي expand بالنسبة لي شارف ان اkuش دخل بعض الناد الاهلي طيب لما دخلت ا Bernadal الاهلي واول لحظة لك ومع الدرجة الأولى، من اللي استقابلك وقتها؟ أنا لعبت مع متخب 97 و 98 و 99 مع حضرتك كابتن حمادة ولكن لعبت مع 97 كان دائماً كان موجود نيدفيد نيدفيد أول حد سابني لأنه صاحبك وعارفك كبيركت صاحب جداً ومحبه جداً وإن شاء الله هذه السنة يكسر الدنيا في فوتشور وارجع بإذن الله فهو دائماً يتكلم معي حتى قبل ما أجي وقال لي أنا أجي المفروض أعمل إيه وداني السيقة وكلمني وكان معي كويس يعني أول مباراة لك بقى؟ أول مباراة ليا كانت ماتش الشباب السعودي كان في اعتزال مع ناد الأهلي وبعد كده أول مباراة اسمية كانت دوب ديفسي مصر مع مستر فيلر فيلر كان مقتنع بيك برضو وإدك مساحة ومسيماني برضو شاركك في بعض المباريات هو مستر فيلر أول ما تسعدت معي شوية كان مصعدنا أنا وشكري وكان فيه زياد وكان فيه شادي رضوان أعدنا فترة معهم فترة تعليات بعد الكورونا على طول وفضلنا معه وأول ما رجعنا على طول أول ماتش رسمي كان أمبي أنا اتفاجئت أنه دخلني لسكور وبعد كده بدأ كل ماتش كان بيدخل فينا حد من ناشيين سواء أنا أو زياد أو شادي لحد ما كنا أخذنا الدوري في ماتش مصر من القصة شاركت أساسي لا لعبتنا في ماتش مصر وبعد كده ماتش الترسانة في كاس مصر مع مستر فيلر كان آخر ماتش ليه وبعد كده مستر مسماني جالنا كان يوم التدويق بالدوري كان لعبت أنا بدأت ماتش ده أساسي لعبت تسعين ديئة خل بالك الفرصة هتيجي لسه صغيرين والفرص إن شاء الله هتيجي بس مهمية من الفرصة تيجي يبقى أنا جاهز لها إن شاء الله علشان أقول المدير الفني أنا موجود زي ما شوفنا أحمد عبدالقادر وشوفنا لعبة كثيرة دي وعمار حمدي وعمار حمدي برضو كان معاكم في رئيتكم نفس الظروف أحمد عبدالقادر فإن شاء الله أنتم خامة مميزة ولعبة مميزة وسلوكينا على أعلى مسافة الفرص إن شاء الله هتيجي وإن شاء الله تظهروا بشكل كويس إن شاء الله أقول لي بقى زياد التجربة اللي إحنا عملنا هنا على قناة الأهلي ووزعت المباريات هنا على قناة الأهلي وبدأت الناس خلاص تعرف فخر محمد فخر بشكل أكبر بدأت تعرف زياد طر إيه رأيكم في التجربة دي التجربة بصراحة قابت إنهايلة وأحب بشكر حضرتك عليها لأنها بتبين اللعيبة الصغيرة وتبين الفرق 2001 و2003 والفرق الصغيرة ففيها تجربة بصراحة كويسة جداً وحاجة ما شاء الله يعني كبتاً بتشير الضغط من عندك وأنت صغير يعني إحنا بنزعها بقالنا سنتين ثلاثة عكس ما تيجي أول مرة تطلع الدرجة الأولى بداهم سواق أو جمهور أو أو ماتش بيتزعق أو الكلام ده فبتكون عليك ضغط فعلاً وبيكون عليك إلي أنت عايز تلعب وعايز تطلع كل إمكانياتك بس ما تلاقي ماتشات وإنت صغير بتتزعب فبتتديك تسيقه حتى لو أول ماتشين ثلاثة مش كويس بس بعد كده بتتعود خلاص على الأجار بزبط أتفل معاه في الكلام ده؟ أتفل معاهي طبعاً عمره مخيف معاهي أشكرتنا كلمة العديد أعيز بقى أطلع الفاصل وبعد الفاصل أعيز أسألكو عن الناد الأهلي والدرجة الأولى ومشاء الله الناد الأهلي دلوقتي متصدر بطولة الدورة وعندنا ثلاثة مشات مهين مهمين أسمع راية محمد فخر زي الطارق ولكن بعد الفاصل موسيقى أهلا بحضراتكم من جديد فخري كنت بكلمة قبل الفاصل عن الدرجة الأولى إن شاء الله السنة دي ناد الأهلي من بداية بطولة الدوري ماكسب ثلاثة مباريات إسماعيلي البنك الأهلي الزمالك وعندنا ثلاثة مباريات قادمين مهمين جداً برضو هنبدأ بيها مع المؤولين غزل المحلة سموحاً بزبط هو إحنا السنة اللي فادت علشان خسرنا الدوري والسوبر فكان لازم يكون لنا رد فعل حتى بدأنا السنة دي مركزين جداً قدامنا هدف إن شاء الله إفريقيا والدوري والسوبر وبإذن الله كاس العلم اللي عندنا نعمل مركز عن السنة عن آخر مرة دخلنا فيها كاس العلم فالسنة دي نحن داخلين تحدي مع نفسنا واللعيبة بنتكلم بقودة الكابتن شناوي كابتن نيد سليمان دائماً بتكلمه معنا إن إحنا من أول السنة لازم يكون فيه حاجة داخلينا علشان هدف ونعوض للكلام اللي بيحصل في قط اللبس من اللعبة الكبار حتى اللعيبة كمان يعني هما بينفسوا بعض جوه الملعب هما اللعيبة مع بعض بيحبوا بعض جداً دائماً بيخرجوا مع بعض ديمش بتلاقيه في أي نادي فهو دائماً بيكون منافسة بينهم جوه الملعب على أميني للمستوى أحسن واللمستوى أحسن وجدير إن هو ممكن يلعب فمسر مسماني بيدي له حقق وبيلعب على طول يعني وإحنا بنعرض أهداف الخمسة دلوقتي يا مامين زمانك شفتوا المباراة دي فينة فخر؟ شفنا المباراة دي كان عندنا معسكر مع فريق الشباب في برج العرب وكنا بلعب تاني يوم فاركو فقدنا كدنا متجمعين مع بعض في قضاو وتفرجنا على الماتش كنت تتوقع النتيجة تطلع خمسة مباراة زياد؟ كان نفسي تبقى أكتر والله جابتني بس الظروف الظروف كذا لعيب تصد فالظروف ما خدمتش إن هي تبقى أكتر من كده بس مكسب كبير طبعاً مكسب محترمية طبعاً حاجة تفضل في التاريخ قول لي بقى شايف برضو أدايا الناد الأهل إزاي؟ خاصةً ما شاء الله الناد الأهل يعني في أفضل حالاته الفانية وكمان لما بنشوف كمان منتخب مصر دلوقتي مع كيروش ما شاء الله يعني خمسين في المئة وستين في المئة من قابل منتخب مصر من الناد الأهل طبعاً على طول البداية بتفرق فإن أنت تبدأ بداية قوية زي دي تكسب الإسماعيل أربعة وبعدين تكسب البنك موت صعبة جداً حقيقة تكسب البنك لغلي فرقة مختررة وبعدين تكسب الزمالك خمسة فبدايتك قوية جداً ودي بتفرق طبعاً يعني أنت لو فضلت مكمل كده أنت ما حد شايفه قدامك وتقدر إن شاء الله إن إحنا نحق الدوري يعني مش زي السهل فاتت حصل شوية مشاكل فخسرنا الدوري بس اللعبة مركزة للسنة دي إنها أي بطولة تدخلها إن شاء الله إنهم يحققوها وإنت في قط اللبس كده مع اللعبة الكبار والنجوم الكبار حاسس بالشدة والمسئولية اللي دايماً بتكلموا فيها مع بعض كلنا كابتن حاسين بكده يعني كلنا معرضين إن إحنا نلعب وكله مركز وكابتن الكبير على طول كابتن شناوي زي ما فخر قاله كابتن وليد وكابتن رامي كلهم بيتكلموا إن ما نفعش إن إحنا ندخل بطولة وما نأخدهاش يعني النادي الأهلي عمرو مدغب يعني بتحصل أولالي قوي فإحنا على طول كابتن شناوي بيتكلم معنا إن إحنا لازم أي بطولة ندخلها كبير صغير هيلعب لازم البطولة تبقى بتاعتنا وإحنا نعمل أقصى ما بوسعنا إن إحنا نأخد البطولة كابتن فخر أنا قلت لك بداية الحالة حيبقى في عندنا صورة أوريها لك وأنت صغير وإنت لابس تشيرتي الأهلي فاكر الصورة دي بقى أه دي كانت أنت أول واحد محمد فخر أول أول واحد على الشيء بقم تمانية بركوات أي كنت تحب بركوات أنت صح؟ أه كنت تحب بركوات طبعا وكبت الحاملة بطريكا دي كانت في دورة رمضانية زي ما قلت لحضرتك عيش الأهلي من زمان وأنت صغير كان عندك كم سنة وقتها عشر سنين نصلا؟ كان وقتها أه تاريخ مكتوب كان ١٠٠ سنة كان ١١ سنة ١٩ سنة ١٩ سنة تمام زياد قل لي بقى يعني مسلك الأعلى من ملعبت الدرجة الأولى اللعب اللي أنت بتحبه وبتقلده؟ كابتن وليد سليمان طوان ده على المستوى المحلي على المستوى العالمي عايز تعرف أجبتك؟ ياريت لو لا مشيك ميسي 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 عجبك طبع ميسي حاجة جات في الكرة مش هتتقرر تاني ميسي بما أن أنا برضو أحب اللعب زياد فأكيد أحب ميسي برضو؟ آه معا برضو ميسي برضو؟ أكيد طبع طب من من اللعب اللي بتعجبك برضو في أداء الناد الأهلي يا فخر؟ في الناد الأهلي أكيد أقولي في مركزي كابتن عمر السولية ديانج حمد فاتحي كل اللعبها طبعا أفشا ده رقم عشر الواحد وحكاية طبعا بس أنا بحاول أكون مع اللعبها دي وعرب منها وأشوفها دي مهارات كده خفيفة يعني حاجة لنا بقى عن المهارة دي ده كانت قبل التمرين دي؟ آه كانت في الفترة اللي كانت قبل ماتش السوبر طلع الجيش وماتش يمبي كانوا عاملين مع أذكر في اسكندرية فكنا احنا بنروح المستبع دي بنروح أنا وزياد وكان فيك من اللعب الجزيرة نروح هناك فكانت دي قبل التمرين بس كانت شط حاجات كده خفيفة يعني انسخم دي جبناها لك تاني ده بكرة صغيرة دي دي كرة تقريباً تبع يعني تبع الجهاز الطبي دي تقريباً بتساعد على حاجة تريباً نستشفى وحاجة زي كده كانت موجودة فانطاطي بها ما كانش في كرة بص احنا يعني عايزة وجهه لكوا نصيحة انتم ما شاء الله اتنين لعبة مميزين جداً على المستوى الأخلاق ومستوى السلوكي حاجة جميلة وكمان أيضاً على المستوى الفني حاجة عالية جداً في كرة القتل لكن لسه انت تبتدوا المشوار المشوار هيكون عندك تحديات عندك صعوبات ما ينفعش العيب الكرة يزهق لازم بعندي صبر لازم دايماً تمريني مع الدرجة الأولى سواء بتمرن أو مع فريق الشباب لازم بمنتهى القوة لازم كل الفرص اللي باخدها سواء مع الدرجة الأولى لو خمس دقائق عشر دقائق مع مستر موسماني زي ما شوفنا في مباراة ودية أو مباراة رسمية لازم تعتبر دي باعتبارها أنا الفرصة لازم نمسك فيها بإيدي وسنيعي زي ما بقوله لازم الأول تدريباتي لازم الفرص بتاعتي وإن شاء الله الفرص هتيجي لكم كتير والفترة اللي جاية نشوفك إن شاء الله في الملعبة فخر إن شاء الله وأنا في النهاية بحب أشكر حضرتك جداً على حالة المرضى وبحب أشكر أهل بلدي حالة مسير مكة النطور الغربية وطبعاً بشكر بابايا وأمامتي وإخواتي كلهم دايما بيسندوني وإن شاء الله يعني أحاول أعوضهم على التعب اللي تعبو معي بإذن الله إن شاء الله وربنا يكرمك ووفقك زاد قولي لو عايز توجه أي رسالة أي حاجة طبعاً لعيلتي بشكرهم جداً أن أم تعبوا معي وبشكر حضرتك طبعاً يا كابتن وكنت مبسوط إنها حضرتك وفخور بدأ وأنا بشكرك شكراً جزيلاً شرفتنا ونورتنا كابتن فخر حبيباً كابتن دا شرفتنا ونورتنا كابتن زياد وبشكر حضرتكم وبكده وصلنا نهاية حلقتنا بشكر ضيوف الكرام كابتن محمد فخر والكابتن زياد طارق اللي بنتمنى لهم إن شاء الله كل التوفيق خلال الفترة القادمة بكده وصلنا نهاية حلقتنا أشوف حضرتكم لسبوع القادم على ألف خير شكراً وإلى اللقاء